الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله والله عيب أن يسألك ونطالب علم بعض الناس يقول كيف أؤمن بالله تقول لا أدري أقل شيء لابد أن نضبط شرح مختص للكان الإيمان الستة تريد تكون مؤمن؟ كيف أنت لا تعرف شرح أركان الإيمان؟ ما معناها كيف أحقق الإيمان؟ أن تؤمن بالله الإيمان بالله يتضمن بالإيمان بالتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتؤمن بوجود الله لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا سبحانه وتعالى طيب ما الأدلة على وجود الله؟ الأدلة على وجود الله كثيرة جدا لا حاصرة لها يمكن أن نجمل الأدلة في أربعة أدلة عقل؟ نعم عقل عقل لا يمكن أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا لابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الثاني الحس تكون في كرب شدة ترفع يديك للسماء تقول يا رب فرجها تنفرج دليل محسوس ترى بعينك قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على منبر عليه الصلاة والسلام بالمدينة وما في السماء من سحابه لم ينزل عليه الصلاة والسلام من على منبره إلا ولحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر معا هذا دليل محسوس ملموس رأوا الصحابة رأوا الصحابة تخرج من وراء سلع الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أخذوا يدعون الصخرة تنفرج الأول الثاني تنفرج الثالث خرجوا يمشون دليل محسوس ملموس الرابع هذا مهم لكم الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني بتعلم اللغة الهولندية إذا لم تعلم الولد اللغة العربية معنى هذا أنه سلك الطريق لماذا؟ لغير الفطرة صحيح يتعلم لغة الهولندية لا إشكال لكن لابد تألم السنة تألم الفاتحة تألم ويقرأ مفاتيح العلم لابد ما الذي يمنعك أن تتكلم مع زوجتك أولادك في البيت باللغة العربية إيش اللي يمنعك؟ شيطان يريد تصل إلى هذا يهوداني أو ينصراني ومجساني والله أعلم أنت تعرف هذا أكثر مني الرابع من الأدلة الكتاب والسنة وهذه كثيرة جدا بل ابن القيم رحمه الله يقول أن التوحيد لا تخل منه آية لا تخل منه آية وهذا كثير والله أعلم ترجمة نانسي قنقر